ينضم إلينا من الصنبول مرسلنا على مصبحات علامة على وقع ما ذكره السيد أوغلو من أن تركيا تمر بأسوأ أزماتها في التاريخ ما الذي يرمي إليه إذن الحزب في اختياراته الداخلية أو اختيار قياداته الداخلية بالأحرى اليوم وهل من أسماء بارزة؟ نعم داليا بالطبع هناك أسماء بارزة بداية من قيادات الحزب المعارض هي أسماء معروفة تماما لمن يتابع الشأن الداخلية التركي ومرشحة لقيادات للهيئات القيادية والإدارية الجديدة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلها أو انتخابها في الانتخابات الداخلية التي ستجري اليوم طبعا الهدف الرئيس من هذا التغيير الكبير وإن كان إجراءا اعتياديا أو مؤتمرا عاما عاديا يجري بشكل متداول بعد كل سنتين أو ثلاث سنوات هو بحسب ما يقول قيادة هذا الحزب هو التحضير للانتخابات القادمة وكما أسمى هذا المؤتمر هو مؤتمر الوصول إلى السلطة أو الوصول إلى الحكم وبالتالي من خلال التصريحات التي صدرت عن رئيس الحزب سواء قبل انتخابه في كلمته خلال المؤتمر يوم أمس أو بعد انتخابه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قال بشكل عام خطوط عريضة عن خطتهم كحزب معارض عند استلامهم الحكوم وتحدث عن مشاكل رئيسية تواجهها تركيا تحدث عن مشاكل في السياسة الخارجية وفي الحقوق والحريات ومستوى الديمقراطية في البلاد وعن التبعية بين قوسين للخارج أو للدول العظمى بحسب مقال من قبل الحكومة والحزب الحاكم وتحدث عن مشاكل في المنطقة بسبب سياسات خارجية يتبعه الحزب الحاكم وتعهد في نفس الوقت عندما تحدث عن هذه المشاكل تعهد بأن رديهم حلول لهذه المشاكل المختلفة وأنهم عندما يصلون إلى الحكم سواء في انتخابات 2023 وهو الموعد الرسمي أو في أي انتخابات مبكرة قد تحدد في الفترة القادمة فإنهم جاهزون تماما من الآن لتسلم الحكم والسلطة سواء كرئاسة جمهورية بحسب مقال أو كبرلمان من جهة ثانية وهو أيضا شدد على أنهم سيعودون مرة أخرى للعمل في النظام البرلماني وإنهاء العمل في النظام الرئاسي النظام البرلماني كان معمولا به قبل العمل في النظام الرئاسي النظام الرئاسي يريده إردوان وعمل كثيرا على تحقيقه وتحقق بالفعل والآن هذا هو المطبق في البلاد المعارضة ترفض هذا النظام وتقول إنه تسبب بحكم الرجل الواحد للبلاد وبالتالي هذا هو تغيير شامل وتحضير بشكل عام في البلاد لأية انتخابات قادمة وتجديد للقيادة في أكبر أحزاب المعارضة إذن تبدو مرحلة مهمة لحزب الشعب المعارض سنبقى معك علام في ضوء كل التفاصيل أشكرك جزيلا مرسلنا من نظام الرئاسي ترجمة نانسي قنقر شكرا